أقرأ عليكم ما جاء في كلام سيد الأوصياء والذي جاء مروياً في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات في الطبعة التي تجتمل على الجزئين معاً صفحة 252 هذا الكلام يمكنني أن أقول يلخص كل ما ذكرته من أول الحلقة إلى آخر ما ذكرته صفحة 252 يقول سيد الأوصياء وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه الحديث طويل لكنني أأخذ منه موطن الحاجة وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه فرض عليهم على الخليقة من طاعتهم من طاعة أوليائه وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه فرض عليهم على الخليقة من طاعتهم من طاعة أوليائه مثل الذي فرضه منه لنفسه وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطاباً يدل على انفراده وتوحده وبأن له أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله فهم العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هو الذي أيدهم بروح منه وعرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول وهم النعيم الذي يسأل العباد عنه أو الذي يسأل العباد عنه لأن الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم قال السائل من هؤلاء الحجاج قال هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال السائل ما ذاك الأمر؟ قال علي عليه السلام الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة النظرة يعني فترة الانتظار يعني الغيبة يعني المهلة وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أعتقد هذا المقطع من كلام سيد الأوصياء هو إجمال لكل التفصيل الذي تحدثت عن وهو بيان موجز لمضامين كل الآيات التي أشرت إليها وتلوتها على مسامعكم قبل قليل هذا هو الأمر نفسه الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو نفسه ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق رجوع الخلق في كل شيء في بقاء الخلق في الفيض الواصل إلى الخلق في نظام وجود الخلق في كل ما يرتبط بهذا الخلق إياب الخلق الخلق بكله راجع إليكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم والذي عبر عنه في محل آخر من نفس الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم ما هذه العبارة هي هذه العبارة كيف يؤوب الخلق بكله إليهم وكيف يكون الحساب بكله عليهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إنما يكون ذلك لأن كل شيء تحت طاعتهم وذل كل شيء لكم وهذا كله يتجلى في هذه العبارة وأمره إليكم وهذا أمره وهؤلاء هم أولو الأمر هؤلاء هم أولو الأمر بكل الطبقات من أول الأمر الذي أشارت إليه الآية الرابعة والخمسون من سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر وإليه يرجع الأمر كله ألا له الخلق والأمر وفي الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة هود وإليه وإليه يرجع الأمر كله وفي الرابعة والخمسين من سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر في زيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم وإليه فقد اعتصم بالله المعاني واضحة وجلية وتنساب انسيابا رائعا وهادئا وحدة متكاملة ما بين آيات الكتاب الكريم والزيارات والأحاديث الشريفة ألا لعنة على علم الرجال وعلم الأصول ألا لعنة على علم الكلام هذه العلوم التي مزق بها علماء الشيعة معارف الكتاب والعتر لأنهم نقلوها لنا من تلك العيون القذرة من تلك العيون الكدرة التي تحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من النواصف ماذا نقرأ في زيارة الندبة ليس دعاء الندبة زيارة الندبة زيارة للإمام الحجة تسمى في كتب الأدعية بزيارة آل ياسين غير المشهورة أنا أقرأ من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار صفحة ثلاثة وتسعين ماذا نقرأ في هذه الزيارة ونحن نخاطب إمام زماننا فما شيء مننا فما شيء مننا ماديا كان أو معنويا فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء مننا أنتم أولو الأمر أنت صاحب الأمر يا بقية الله أنت صاحب الأمر وصاحب الأمر لا بد أن يكون هكذا بحسب هذا الفهم القرآني بحسب هذه المعرفة المعرفة القرآنية العلوية الزهرائية بحسب هذه المعرفة فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وما الغرابة ونحن نقرأ في زيارات سيد الشهداء ماذا نقرأ في الزيارة الأولى من الزيارات المطلقة في مفاتيح الجنان والزيارة وردت في كتاب الكاف الشريف وفي غيره من أهم زيارات سيد الشهداء إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد أعتقد المضامين واضحة جدا ومتناسقة فإن الأمر الذي تحدث عنه القرآن الكريم مراتبه لا تنتهي نهاية سلسلة مراتب هذا الأمر هي الحاكمية والحكومة والتي ستتحقق بتمام معناها عند ظهور إمام زماننا وإنما ترك الناس في فسحة منذ زمن آدم إلى زمن الظهور كي يختاروا طريقهم فمن زمان آدم إلى زمن بداية غيبة إمام زماننا كان الأنبياء والأوصياء والأولياء في مخاض وتمهيد حتى ولد إمام زماننا وبعد ذلك بدأت الغيبة في أول إمامته الفعلية بالنسبة للعالم الترابي البشري وإلا فإمامته ممتدة بامتداد تجلياته العالية والخالدة هم العالون هم الخالدون إلى بقية الأوصاف التي تحدث عنها القرآن وجعلكم بعرشه محدقين كما في زيارة الجامعة الكبيرة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد حديث عن مراتب ومظاهر لهذا الأمر الذي يتجلى في كل طبقة من طبقات هذا الوجود أعتقد أن هذه الصورة صارت واضحة نحن لازلنا في الشاشة الأولى من منظومة الشاشات المتعددة إنني أريدكم أن تواجهوا هذه الشاشات هذه الشاشة الأولى بالضبط كهذا الذي يجلس في كنترول المراقبة والكاميرات متجهة إلى جهات عديدة وهناك شاشات متعددة كل شاشة تعرض جانبا من المشهد لازلنا لازلنا أمام الشاشة الأولى والتي سميتها شاشة القرآن وهذه هي الصورة الثالثة فمن منظومة الإمامة في الصورة الأولى إلى المجموعة المتكاملة التي لا نجد في القرآن غيرها تتجلى فيها منظومة الإمامة بشكل فعلي وعملي إلى حقيقة الأمر الذي لا بد أن يكون جاريا في نظم هذا الوجود في كل طبقات هذا العالم وليس من جهة تتولى هذا الأمر إلا هذه المجموعة التي مر الحديث عنها أعتقد أن الصورة بدأت تتكامل شيئا فشيئا وبنحو جلي إنني أتحدث في أجواء الكتاب الكريم بغض النظر عن إلهية هذا الكتاب أو عن بشريته أفليس هناك من لا يؤمن بإلهية القرآن وإنما وإنما يؤمن ببشريته من المسلمين ومن غيرهم وأنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع ولكن بالنتيجة هذا كتاب فالقرآن كتاب بغض النظر عن إلهيته أو بشريته هذا كتاب وله أسلوبه وفيه قواعده ومضامينه الفكرية هذه الصور التي اجتذبتها استخرجتها من هذا الكتاب بغض النظر عن إلهيته أو بشريته ولكنه كتاب ليراجعه من يريد أن يراجعه ويأخذ هذه الصور هذه الصور التي وضعتها بين أيديكم صور موجودة في هذا الكتاب أولى يعني أن هذا الكتاب يتحدث عن هذه الحقائق أولى مع ملاحظة عدم النظر إلى إلهية هذا الكتاب أو إلى بشريته لأنني قد فتحت شاشة سميتها شاشة القرآن إنني أريد أن أعرض في هذه الشاشة صورا من هذا الكتاب الذي اسمه القرآن لا أريد أن أناقش أحدا في هذا الموضوع في موضوع إلهية القرآن أو بشريته إنني أخاطب الاثنين معا أخاطب الذين يعتقدون بإلهية القرآن والذين يعتقدون ببشرية القرآن من أن القرآن من نسج محمد المصطفى صلى الله عليه وآله بعيدا عن الغيب وعن الله سبحانه وتعالى إنه كتاب أرضي بشري نسجه محمد صلى الله عليه وآله بنبوغه وفصاحته وبلاغته وأدبه إنني أخاطب الفريقين الذين يقولون بإلهية هذا الكتاب والذين يقولون ببشرية هذا الكتاب بالنتيجة هو كتاب ويجتمل على مضامي بغض النظر عن الإلهية أو البشرية فيما يرتبط في مصدر هذا الكتاب هذه الصور موجودة في القرآن أو لا الصورة الأولى التي تتحدث عن منظومة الإمامة التي يحتاجها الإنسان من بداية حياته إلى موته ما بعد الموت وفي يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا المضمون موجود في هذا الكتاب أو لا مع حزمة الآيات التي تقدمت ذكرتها أشرت إلى مضامينها في الصورة الأولى هذه الحقيقة موجودة في هذا الكتاب لا أعتقد أن منصفا يراجع هذا الكتاب أعني القرآن بغض النظر عن اعتقاده هذا الكتاب إلهي أو بشري لا أعتقد أنه ينكر هذه الصورة هناك صورة واضحة جلية هناك منظومة الإمامة التي تستمر مع الإنسان حتى يوم القيامة الصورة الثانية المجموعة المتكاملة العالون الخالدون العالمون الراسخون المطهرون هذه الصورة التي تتحدث عن مجموعة تحدث عنها القرآن من أول القرآن إلى آخره مجموعة متكاملة متواصلة متصلة لا نستطيع أن نفكك فيما بينها ومثل ما قلت في حلقة يوم أمس من أننا إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المجموعة في وجودها بلحاظ فلسفي فإن الجزء الأخير من العلة هو الجزء الأهم ولا بد أن يكون متحققا حتى يكتمل النصاب هذا التكامل يتألف من أجزاء الجزء الأخير لا بد أن يكون متواجدا الجزء الأخير من العلة من علة التكامل في وجود هذه المجموعة لا بد أن يكون موجودا وهذه المجموعة المتكاملة هي التي تنسجم انسجاما طبيعيا جدا ومنطقيا جدا مع منظومة الإمامة التي مر الحديث عنها في الصورة الأولى وجاءت الصورة الثالثة والتي تتحدث عما ورائي مراتب الخلق وهو عالم الأمر وكل شيء مرتبط به وعالم الأمر هذا له مراتب له تجليات له ظهورات ولا نستطيع أن نتصور الخلق من دون عالم الأمر لأن الخلق متحقق بما يجري في عالم الأمر وعالم الأمر هذا واضح من الآيات ومن النصوص التوضيحية التي ذكرتها في بيان معنى هذه الآيات هناك أولو الأمر ومن غيرهم غير هذه المجموعة المتكاملة التي التي تتجلى فيها منظومة الإمامة وهؤلاء لابد أن يكون ظاهرين في كل طبقات الخلق ولا بد أن يكون هناك اتساق وانتظام ومثل ما مر الحديث عن تكامل هذه المجموعة حيث تتجلى فيها منظومة الإمامة هذه المجموعة لابد أن تكون متكاملة وبنحو أكثر تأكيدا حينما يكون الحديث عن عالم الأمر فلا بد أن تكون متكاملة وفي جميع طبقات عالم الأمر من أولها إلى آخرها إلى عالم الأرض والتراب أعتقد أن هذه الصورة وهذه الحقيقة واضحة وجلية وهي أوضح من أن نتحدث عن دليل تأريخي لإثبات ولادة إمام زماننا وهي أوضح بكثير من أن نبحث في سند رواية بحسب قذارات علم الرجال قد يكون موثوقا وقد لا يكون موثوقا قد يكون معروفا وقد يكون مجهولا وهكذا هذه الصور تتحدث عن حقائق أعمق وأعمق وأعمق من كل ما يمكن أن يتحدث عنه في كتب التأريخ أو في كتب الرجال أو في كتب علم الكلام وما يسمى بأصول الدين في هذه المهازل التي لا توصل إلى الحقيقة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم